من بغداد ينضم إلينا مصطفى القطان إذن مصطفى كيف تبدو الشوارع العراقية الآن هل تمتد التظاهرات العراق الليلية إلى يومها الرابع اليوم يعني بالتأكيد طبعا هناك انتظار من قبل الشهر العراقي لما سوف تقول إليه أمور وماذا سوف تقوم به الحكومة العراقية من استجابة لمطالب المتظاهرين التي تنصب بمجملها لتحسين الواقع الخدمي باعتبار أن الآن الضغوطات التي تعرض إليها الفرد العراقي بسبب الأوضاع السيئة خدميا تدفعه إلى الخروج وتظاهر مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات حقيقية وفاعلة من أجل تخفيف وطأة هذه الخدمات السيئة على كاهل المواطن العراقي أول المطالب بالتأكيد هي توفير الكهرباء لمختلف المدن العراقية باعتبار أن العراق الآن يدخل في فصل الصيف في كل سنة ربما خلال السنوات الثلاثة الماضية في هذه الفترة بالتحديد وهذه الأشهر بالتحديد عندما ترتفع درجات الحرارة تسوء معها بالتزامن الخدمة الكهربائية وبالتالي تحفز خروج التظاهرات بالإضافة إلى المطالب الأخرى من تعيين للعاطلين وكذلك محاولة الانتباه إلى الطبقة الفقيرة في المجتمع العراقي ومحاولة توفير دعم اجتماعي عن طريق ربما منظمة دعم مجتمعي من خلال وزارة العمل والشون الاجتماعية حتى هذه اللحظة المتظاهرون يطالبون الحكومة بالكثير يعدون بالتصعيد إذا لم يتم الاستجابة إلى مطالبهم في بغداد وفي محافظات الوسط والجنوب وكذلك أيضا كانت نالك بعض الدعوات لتظاهر في محافظة الأنبار بعد حوادث أو عمليات الاختيال لضباط في تلك المحافظة من أجل مطالبة الحكومة العراقية باتخاذ دور أكبر في تحسين الواقع الأمني بالتالي هي ضغوطات كبيرة تعرض لها الحكومة العراقية تضاف إلى أيضا ضغوطات استهداف المتظاهرين بالعنف من قبل قوات الأمن العراقية التي وجهها الكاظمي في أكثر من مناسبة بعدم استخدام العنف وبالتالي هناك اتهامات بأن هناك جهات سياسية تحاول زعزعات الأمن فيها لعراق والضغط على الكاظمي باستخدام ورقة المتظاهرين شكرا جزيلا لك مصفى القطان مراسل الغد كنت معنا من بغداد